موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية ونعمة وسلام المسيح لجميعكم اليوم حديثنا عن موضوع كتير كتير مهم عن ألهية يسوع المسيح من العهد القديم من العهد القديم العهد القديم المقصود يعني من التورا والأنبياء والمزامير هكذا كانوا يقسمون أصفار العهد القديم والكلمة المستعملة حتى يومنا هذا في اللغة العبرية تناخ ترات نفئيم كتفيم ترات نفئيم يعني الأنبياء كتفيم الكتابات فهذا هو تقسيم العهد الجريد فنرح أتكلم عن ألهية المسيح من العهد القديم لكن اسمحوا لي في البداية أسرد بعض الملحوظات المهمة حتى ننتبه للآيات اللي رح أتكلم عنها من العهد القديم أول ملحوظة ألهية المسيح لهوت المسيح طبعا ليست من صنع المسيحيين يعني مش فبركة ولا اختراع مسيحي عملنا المسيح إله لو إنه المسيح أو قلنا إنه المسيح إنسان وعملنا إله لكان هذا كفر وجحود أما المسيح يختار أن يتخذ جسد من أجل خلاص الإنسان ومحبته الشديدة والعظيمة للإنسان هذا بيقودني للعرفان والجميل والشكر لأنه هل يقدر الله على فعل هذا الأمر طبعا هو القادر على كل شيء شيء آخر ملحوظة أخرى اللي عاوز أتكلم عنها كثير من أحبائنا المسلمين كثير مرات بيخلطوا الموضوع بين لما بنتكلم عن إنسانية المسيح وعن لهوت المسيح فبيجيبوا آية ها شايف كيف هاي الآية بتقول إنه المسيح إنسان طبعا أي إنسان بيقرأ العهد الجديد لابد أن يصطدم بهوية وشخصية يسوع المسيح الكامل ولابد أن يتساءل من هو هذا حتى الجموع سألت من هو هذا فالنتيجة أحبائي كثير مرات بنخلط بين إنسانية المسيح وبين لهوت المسيح فمثلا كنت بتكلم مع شخص بقول لي شايف في إنجيل يحن مكتوب أو قال يسوع وأنا إنسان قد كلمتكم طب ما حتى هو بقول عنه عن نفسه إنسان وهل في أي مسيح لا يقول إن المسيح يسوع هو إنسان نعم هو إنسان كامل بلا خطية لكن في نفس الإصحاح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فبتشوف إنسانية المسيح وبتشوف لهوت يسوع المسيح وهذا مهم جدا هذا يعني ما ننادي به كمسيحيين وجماعة المسيحين مش جماعة متخلفين مش عارفين نفهم كتابنا ولا عارفين نفهم شخصية يسوع المسيح خلي بالك إنه إحنا في عنا علم بيسموا علم النقد يعني إنك فيك تدرس كلمة الله وتدرسها وكتير ناس لا تتطفق مع كلمة الله لكن اللي عاوز أقوله في يعني معلمين باحثين علماء إذا درست كل الإختراعات وكل العلم اللي تطور هو من علماء مسيحيون آمنوا فعلا بيسوع المسيح الكامل إنسان كامل وإله كامل ما هي مجرد فبرة كمسيحية وآه المسيحيين جماعة من المساكين ضيعين مش فهمين وين الله حاطتهم لا 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 المسيح يبحث ويفتش ويدرس وشخص عقلاني بيدرس العهد القديم بيدرس العهد الجديد بيدرس تاريخ الكنيسة بيدرس هوية يسوع المسيح ثم يأتي إلى الاستنتاج العظيم إنه إما أن يؤمن بالمسيح المخلص أو يرفضه رفضا باتا هذا ما نتكلم عنه بكل وضوح شيء آخر مرحوظة أخرى كثير مرات أننا نحاول نفسر أمور بالقرن الحادي والعشرون بدون أن نفهم التاريخ المعاصر ليسوع المسيح من هم اليهود اللي كانوا في أيام المسيح هل فعلا كانوا متعصبين؟ هل كانوا مؤمنين؟ شو نوعية إيمانهم؟ هل كانوا يؤمنون بالله؟ فاليهود يعني إحنا لازم ندرس كيف اليهود فهموا كلام وشخصية وهوية يسوع المسيح في تلك الأيام وإحنا عارفين أنه اليهود شخص متعصب جدا أنا أتكلم عن المحافظين أو اليهود الأرثوذوكس محافظين جدا وحتى أنا عشت في الأراضي المقدس وعشت في القدس ست سنوات وكت بشوف منطقة الهيكل اللي هو الحائط الغربي وبتشوف طبعا اليهود وهم يصلون وهم يحافظون ويمارسون على النموس وكلنا ما اتفقين إذا في أي شعب في هذا الوجود على كرة الأرض بحافظ على هويته وإيمانه بالله الواحد هم اليهود لأنه حتى لما بتدرس الديانات والكتب ما تسمى الكتب السماوية أو الديانات السماوية بتشوف في خلل بكتير من ديانات لكن بتشوف أن اليهود محافظين جدا على هذا الموضوع وكانوا مدركين جدا لأنهم أزكياء أنه لما كان يسوع يتكلم كان يفهمه بيعرفوا بيت القصيد بيعرفوا ما هو المقصود فإذا أحبائي مين أولى أنه يفهم هذا الموضوع الجماعة اللي كانوا معاصرين ليسوع المسيح ولا مجرد جماعات أخرى اللي بترمي وبتزد أي كلام التي تنادي بتحريف الكتاب وتقليل من أهمية يسوع المسيح اليهود فهموا النبوات فهموا الكلمات فهموا التعبير فهموا إيش كان بيقصد يسوع المسيح لما كان بيتكلم شيء رابع منحوزة رابعة إذا أراد الرب أن يعلن عن ذاته بهذه الطريقة هل يقدر أن يعلن عن ذاته أن الإنسان المخلوق على صورة مخلوق على صورة الله فإن الله يتخذ جسد إنسان لخلاص الإنسان وهل هذا شيء صعب أو مستحيل على الله وهل إذا هذا الجسد يعني اللي اتخذه يسوع المسيح هل حجب اللهوت اللهوت لا تحد جسد ولا مسافات ولا سموات ولا أرض فواضح لما بتقرأ الإنجيل المقدس بتشوف أنه يسوع المسيح كان قادر على كل شيء حاضر في كل زمان ومكان وتخيل أنه عم بطالب أنه لما تصلوا يعني أنا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط يعني تخيل كم من الملايين الاجتماعات التي تعقد يوميا يسوع موجود حاضر في كل مكان في كل زمان هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فإذا هو غير محدود بأي أسلوب أو طريقة نفهمها فأفضل أسلوب وأفضل طريقة أنه نرجع للكتاب المقدس وهون رح نبتدي بعد هذا الفاصل القصير باقتباس بعض الآيات عن ألوهية المسيح في العهد القديم موسيقى 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 أهلا أحبائي مرة أخرى موسيقى 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 مثل بدعة شهود يهوى وفي بدعة أخرى لكن حديثنا اليوم مش عن البدعة خلينا أتكلم عن بعض الآيات في العهد القديم اللي بتتكلم عن لهوت يسوع المسيح أولا في مزمور خمس واربعين آية ستة وآية سبعة مكتوب كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قديب استقامة قديب ملكك أحببت البر وأبغطت الإثم من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك في آية سبعة عشر مكتوب أذكر اسمك في كل دور فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر وإلى الأبد أحبائي هذا المزمور طبعا يعني لبني قورح هي ترنيم محبة موجه لابن داود ابن داود ابن داود هو تعبير آخر عن يسوع المسيح هذا المزمور موجه للملك وفي نفس الوقت يدعوه الله مثل ما شفنا في آية ستة كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قديب استقامة قديب ملكك فإذن موجه للملك وفي نفس الوقت يدعوه الله ابن داود هو ملك وهو الله لاحظ في سفره يا آخر إصحاح قال يسوع أنا يسوع يستمر قائلا أنا أصل يعني الأصل وذرية داود كوكب الصبح المنير هذا طبعا شيء يتفرد في المسيح يسوع وحده في آية ستة عشر رؤية اثنين وعشرين هذا المزمور بيتكلم عن تفوقه بيتكلم ويقول أنت أبرع جمالا من كل بني البشر يعني في آية اثنين انسكبت النعمة على شفتك لذلك باركك الله إلى الأبد فإذن بيتكلم عنه أنه هو الجبار في نفس المزمور جلالك وبهاءك في آية ثلاثة في آية سبع طعش تسبحك الشعوب وعدد خمس يملك مكتوب يملك في نفس الله إلى الأبد ومكتوب في هذا المزمور الملك هو الله إلهه يعني لاحظ الكلمات واضحة جداً كرسيك يا الله إلى دهر الدهور مساحك الله إلهك بدهن الابتهاج لاحظ الكلمات هون مكتوب عنه تسبح الشعوب يملك إلى الأبد الملك هو الله إلهه يعني بيتكلم عن شخصية أخرى أيضاً الله ولاحظ مساحك يعني اللغة الإنجليزية ممكن بتوضحها شوي أكتر therefore God your God يعني لذلك إلهك الله إلهك يعني بيتكلم يعني عن إله اتنين يعني مش واحد بيتكلم عن الإبن يسوع المسيح إذا منرجع للرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول منشوف أنه بيعلن تفوق الإبن يعني بقول الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطيانا صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم يعلن تفوق المسيح على الملائكة في آية تمانية اللي هي بيقتبس مزمور 45 اللي قرأته في آية تمانية وأما عن الإبن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك أحببت البر وأبغط الإثم من أجل ذلك مسحك الله إلهك يعني therefore God your God مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك في آية عشرة بيكمل بقول وأنت يا رب في البدء يعني بتكلم عن يسوع أسست الأرض والسماوات هي عمل يدي هي تبيد ولكن أنت تبقى فواضح حيث تتم في العبرانيين تتكلم عن مزمور 45 اللي تمت في شخص يسوع وأما عن الإبن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور لاحظ يعني مش دهر دهر الدهور إلى أبد الآبدين قضيب استقامة قضيب ملكك آية تسعة من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج هاي واحدة من الآيات اللي بتظهر لهوت أو ألهية المسيح من العهد القديم في كمان في مزمور 110 الآية الأولى بتتكلم برضو عن لهوت المسيح وعاوز أقتبس هاي الآية من نفس المزمور مزمور 110 الآية الأولى مكتوب قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي قال الرب لربي لكن لاحظ يسوع في العهد الجديد حتى يوصل ويوضح نقطة مهمة عن هويته عن كيانه نقرأ في مرقص 12 أحبائي من خلال توجيه سؤال في مرقص 12 إذا ممكن يعني أنا ممكن أفتحها وأقرأ حتى تشوف بيقتبس نفس الآية مرقص 12 من آية 35 ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة إن المسيح ابن داود لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين هو ابنه وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور تلما حكيت لك خلي بالك ارجع للوقت المعاصر للمسيح كيف اليهود فهم الآيات والنبوات اللي بتتكلم عن المسيح فالمسيح وجه سؤال فمن أين هو ابنه يعني بكلمات بسيطة أراد منهم أن يفهم المضمون أن المسيح حقيقة هو رب داود ولاحظ داود لما بيتكلم يميز بين كلمة رب كلمة رب اللي هي يهوة في العهد القديم وكلمة رب اللي هي بتعني سيدي أو تعني ربي بكلمات أخرى عبر داود بوحي من الروح القدس كما فسرها المسيح على نفسه أن ابنه سيكون لهوت يعني بكلمات أبسط أنه سيكون ابن الله وابن الله مرة تانية لا تعني التناسل الجسدي حاشة فالله ما عنده صاحبي ولا يلد ولا يولد الله طبعا هاي الدلالة روحية عميقة جدا هو تعبير عن الذات الإلهية وأن الذات الإلهية معلنة من خلال شخص المسيح يعني اللي عبر عنه بكتير أشياء اللي منها الأسماء الإلهية الألقاب الإلهية الطبيعة الإلهية الصفات الإلهية الأعمال الإلهية الكرامة الإلهية الأمجاد الإلهية وهذا إن شاء الله في حلقة قادمة ممكن نتكلم أكتر عن هذا الموضوع لكن كيف فهموا اليهود فهموا كلمة ابن الله أنه يعني الله هذا المفهوم اللي فهموا اليهود مشان هيك كان بيعتبروا هذا الشيء تجديف تجديف لكن واضح من خلال كمال المسيح ومعجزات المسيح القوية يعني فهموا أنهم أمام شخصية عظيمة جدا أنه أنه سيكون ابن الله خلينا أقرأ من شيء ثالث نبوة الشعياء وشعياء أحبا اتنبأ سبعمية وثلاثين لخمسين سنة قبل الميلاد يعني قبل مجيء يسوع المسيح الشعياء إصحاح تسعة والآية ستة والآية سبعة خلينا بس قبل آية ستة وسبعة لاحظ في آية اتنين يقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور طبعا يتكلم عن السبي الأشوري سنة سبعمية واثنين وعشرين قبل الميلاد هاي الأصباط الشمالية زبولون ونفتال والأصباط العشرة الشمال أخذت إلى السبي الأشوري سبعمية واثنين وعشرين قبل الميلاد هاي الأصباط أو هاي المنطقة هي اللي رح تشوف نور يسوع المسيح وبتشوفه إنه كده مرة تقتبس عند ولادة يسوع المسيح المسيح نور إعلان للأمم وأيضا تمت في خدمة يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح أربعة بيتكلم عن جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما لأن هاي الأصباط اللي كانت في تلك البقعة هي اللي شافت نور يسوع المسيح لكن مع هذا الشعياء بيعطي وعد من الكتاب المقدس وهذا الوعد أحب أخلي بالك يعني بدون مراوغة ولألا تقول الكتاب محرف اكتشفوا مخطوطين لإشعياء بعود تاريخهم متين سنة قبل الميلاد بالضبط هي نفس الكلمات اللي موجودة بين إيدينا اللي هي مخطوطات قمران موجودة في متحف القدس متحف الكتاب المقدس وأيضا أحبائي عاد عن الترجمة السبعينية والترجمة الماسوراتية لكلها تتطابق على نفس الآية فما تتقولش أنه جماعة اتفقوا يحرفوا لأنه لا اليهود بتتفقوا ولا المسيحي بتتفقوا يعني فيه عبر التاريخ هذا العداء فما فيش يعني لألا يخطر في بالك هذا الاكتشاف زال كل الشكوك 200 سنة مخطوطين تقدر تشوف نفس الكلمات ونفس التعبير تقراها بالمتحف في أور شليم طب شو هي النبوة لاحظ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا فمرات كتير بنخلط يعني بقولك الله لم يلد ولم يولد طبعا مين قال أي مسيحي إنه الله عنده تناسل جسدي مفيش حاشة نعطى ابنا يعني لاحظ إنه الابن هو عطية لأن الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع حبل به بالروح القدس كما يقول الكتاب المقدس ففيه تميز بين يولد لنا ولد وبين نعطى ابنا عطية يعني نعطى ابنا وبكمل وتكون الرياسة على كتفه وهي واحدة من مواصفات الله في العهد القديم ويدعى اسمه عجيبا برضو واحدة من المواصفات عجيب في طبيعته عجيب في في عمله عجيب في اسمه في شخصه يعني كله عجيب يسوع المسيح مشيرا إلها يعني يعني في شعي 11 واحد مكتوب يحل عليه روح المشورة روح الله مشيرا إلها قديرا ما فيش يعني مثل ما بحكولنا شهود يهوى إله مصغر فيش إله مصغر إله باللغة العبرية الترجمة الجبور يعني إله جبار أو بكلمات أخرى الله القدير هاي الكلمة بتعني إله قدير أبن أبديا في أوضح من هيك يعني يدعى هذا اللي رح يجي في ملء الزمان أبن أبديا يعني مش مجرد يعني ولادة عشوائية ونوم بعدين ادعى عنه بولا مكتوب عنه أبن أبديا رئيس السلام في آية سبعة لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد يعني انتبه للكلمات غيرت رب الجنود تصنع هذا يعني مش عمل بشري عمل إلهي فإذن هنا أحبائي بتشوف الطبيعتين بتشوف الطبيعة الإنسانية حتى في شعية تسعة ستة بتشوف الطبيعة الإنسانية وبتشوف طبعا الطبيعة اللاهوتية يولد ونعطى ابنا لحظوا في إنجيل لوقة أحبائي إذا منفتح على إنجيل لوقة الإصحاح الأول أنا كاتب الآية بس أنا يعني مصر أنه أقراها عشان أنه من كلمة الله من الكتاب المقدس لوقة إصحاح الأول من آية 31 خلينا نرجع على 30 فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى لاحظ الكلام ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية ولا يكون لملكه نهاية لاحظ ثلاث أشياء هون اللي بتعبر عن إنسانية يسوع وبنفس الوقت عن لهوت المسيح احنا مركزين على ألوهية المسيح من العهد القديم واحد إلها قديرا القبور روح لأي واحد يهودي يقول لي إيش يعني القبور يقول لك الله خلاص يعني حتى بحبوش ذكر الاسم دائما بقوله بعزرات هشيم بمعونة الاسم يعني دائما بدل ما يقوله يهوة أو إيل أو كده بحطوها تحت الاسم يعني هاي التعبير عند اليهود إلها قديرا مش نص إله إله كامل الشيء الثاني يملك إلى الأبد ابن داود يملك على العرش إلى الأبد كلمة الأبد يعني لا نهاية له مثل معبر ولا يكون لملكه نهاية والتعبير الثالث اللي بتشوفه أبن أبديا اصطلاح الآب هو الذي يسدد كل احتياج مثل ما قال أيوب أبن أنا للفقراء أو الحماية في إشعية 22 والإرشاد هو اصطلاح وتعبير عن لهوت الله أبن أبديا فإذا أحبائي من هاي الآيات بتشوف لهوت المسيح بشكل واضح من العهد القديم رابعا في سفر دانيال سفر دانيال أحبائي يعني مهم جدا لأنه فيه نبوات واضحة جدا بالتفصيل يعني بالتحديد عن فترة وزمن مجيء المسيح وعمل المسيح وموت المسيح وذبيحة المسيح وملك المسيح بتعرفوا حتى بيتكلم عن الممالك وبيتكلم عن مجيء الأنتي كرايست الوحش اللي هو المسيح الدجال المسيح الكذاب قبل مجيء المسيح ثانية يعني بيتناغم ويتناسب مع تسالونيك الثاني الصاحة 2 وسفر الرؤية إصحاح 13 فبيتكلم بتفصيل عن ممالك ابتدى بممالكة بابل ومملكة مادة وفارس وبيتكلم عن مملكة اليونان الإسكندر الأكبر وكيف انقسمت بعد موت الإسكندر يعني مات شب صغير وكان يعني شرير وانقسمت إلى أربعة وكيف مملكتين اللي هي مصر وسوريا بيتنازع على نفس الأرض أرض فلسطين وهكذا وعن رجسة الخرب كلها موجودة في دانيال يعني صدى صوت النبوة موجود في العهد القديم بشكل واضح ولاحظ أنا اليوم أنا عم بركز فقط على لهوت يسوع المسيح من بعض النبوات يمكن الحلقة اللي جاي منركز على أسماء وصفات المسيح هي صفات يهوى أو الله في العهد القديم لكن شوف نبوة دانيال إصحاح سبعة من آية 13 كنت أرى في رؤية الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه شوف الوضوح فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد في دانيال إصحاح سبعة لاحظ مثل ابن إنسان جاء مع صحب السماء جاء أمام محضر قديم الأيام أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا وسلطانا أبدي ما لا أو لن يزول وملكوته ما لا ينقرد ينقرد كمان أي لن يهدم ما في أي شيء بيهدم هذا الحجر اللي تكلم عنه دانيال في صحاح اتنين اللي الصحق كل الممالك فهذا الحجر اللي هو واحدة من أسماء يسوع المسيح الصخرة أي لن تهدم فالسؤال اللي عاوز أطرحه من هو ابن الإنسان وله صفات لهوتية تتفق نعي أنه يسوع المسيح ويأتي على سحاب السماء تعبير للهوته بتشوفه في المزامير بتشوفه في إشعياء مثلا في مزمور 97 مكتوب السحاب والضباب قوله قاعدته بعدين العدل والحق قاعدة كرسيته السحاب والضباب حوله العدل والحق قاعدة كرسية في مزمور 37 النبوة المشهورة عن مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر يعني بيتكلم عن دينونة عن يعني الشعب بحارب شعب في فترة زمنية مصر كان في حرب أهلية بين قوتين عظمة ولكن هذا موضوع آخر لكن برضو التعبير الرب جاي راكب على السحاب تتكلم عن عظمة الله تتكلم عن جلال عن حضور الله ودائما هذا الحضور مصحوب بسحاب بتشوفه في صفحات العهدين القديم والجديد أيضا مكتوب ويأتي على سحاب السماء هذا الإبن له كل السلطان والمجد والسيادة والقوة كل الشعوب تتعبد له وملكوته لا ينقرض من الجدير بالذكر أحبائي عند محاكمة المسيح بحسب بشارة مرقص إذا ممكن بحب أقرأها كمان إصحاح 14 أوكي من 61 مرقص 14 من 61 أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح يعني المسيح الملك ابن المبارك فقال يسوع أنا هو خلي بالك أنا هو تعبير للهوته وصوف تبصرون لاحظ الكلام نفس الآية في دنيال وصوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء شو النتيجة فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا إلى شهود قد سمعتم التجديف ما رأيكم حكموا أنه مستوجب القتل وهذا طبعا كله كان بمشورة الله المحتومة ابن الإنسان هو تعبير عن لهوت المسيح لذلك التهم يسوع بالتجديف نعم المسيح سيأتي من نسل داود ويكون إنسان لكنه الإله والمسيح أيضا خلينا أعود بعد هذا الفاصل القصير حتى أستكمل حديثي ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا أحبائي ما زلنا في حديثنا عن ألهية المسيح في العهد القديم رح أقتبس آية طبعا مشهورة زي إشعية تسعة آية ستة في ميخة إصحاح خمس والآية اتنين مكتوب أما أنت يا بيت لحم أفراطة لاحظت تدقيق بالنبوة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهود فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل لاحظ الكلام اللي رح يولت في بيت لحم بكمل ويقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل راهي الآية لأي واحد يهودي يعني بقول لك يعني مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل الأزل الذي لا بداية له ولا نهاية آية صريحة واضحة جدا عن ألهية يسوع المسيح التتمة بتشوفها في لوقا إصحاح اتنين أنه أغسطس بسن قانون يكتتب في إحصاء وكل واحد لازم يرجع إلى بلده الأصلي يوسف ومريم الأصل بتاعهم من بيت لحم لاحظ الكلام فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لأنه في مدينة داود كمان اللي هي صهيون جبل صهيون في القدس لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل واضح أنه راح لبيت لحم في اليهودية بيت لحم مش اللي في الجليل لأنه في بيت لحم الجليلية اللي هي قريبة من مدينة الناصرة لكن إلى منطقة يهودة إلى مدينة داود بيت لحم مدينة داود مش صهيون اللي بالقدس يعني بيتكلم عن تعبير واضحة جدا في هذا الموضوع وفي صحاحة 2 من بشارة متى مكتوب عندما جاء المجوس الحكماء من المشرق سألوا سألوا بالأول هيرودس الكبير أين هو المولود ملك اليهود ورجع السؤال أين يولد المسيح يعني لاحظ الذي يولد في بيت لحم كطفل هو المتصلت على إسرائيل الذي لا بداية له ولا نهاية ولد في أرض يهودة في اليهودية في بيت لحم يعني مش في بيت لحم الجليلية وهكذا يعني بيوضح الكلام مية في المية آية أخرى إشعية إصحاح 7 والآية 14 نبوة عن الولادة العذروية ليسوع المسيح لاحظ الكلام في إشعية إصحاح 7 بقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية وهو طلب من الملك أحاز آية فقال له طب اسمع يا ملك السيد نفسه رح يعطيك الآية شو هي الآية هالعذراء علمه الشاب يعني الصغيرة هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل عم نئيل وبرده لما تقرأ بإصحاح 8 بقول في إصحاح 8 الله معنا الله معنا دافئ الشعية 7 وأشعية 8 فمنرجع للعهد الجديد لتتميم نبوة الشعية أحبائي لاحظ ما يقول الكتاب المقدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا والجدير بالذكر أنه البشير متى حتى لا يكون أي شكوك بيقتبس من الترجمة السبعينية يعني الترجمة السبعينية هي العهد القديم اللغة العبرية ترجم إلى اللغة اليونانية وبيستخدم كلمة عذراء بتول بارثينوس يعني لم يمسسها بشر ولادي عذراوي يعني بيوضح أنه لم تتزوج وما كانش بأي وسيلة أخرى هذا الشيء ويقول أن الله معنا لاحظ ميلاد عذراوي حتى يقوم بالفداء الكامل كإنسان كامل وكإله كامل حتى مريم سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا كان جواب الملاك إلها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك القدوس صفة إلهية المولود منك يدعى ينتسب إلى الله يدعى ابن الله فإذا واضح أحبائي من أسماءه من عمل الروح القدس الولادة العذراوية مكتوب ولداء عمّا نؤيل الله معنا ألم يقل المسيح للتلاميذ وهانا معكم إلى انقضاء الدهر تعرفوا لما منقرأ في الكتاب المقدس ومنشوف التناغم والتناسق يا لعظمة الرب يسوع المسيح خليني أخد مكالمي الأخت نهال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت نهال انت معانا على الهواء السلام ونعمة يا حضرت الأسيس نظار بشكر حضرتك جدا ولأنه موضوع لهوت المسيح من المواضيع اللي على قد ما هي مهمة جدا ومربط الفرس لكن هي أيضا شائكة جدا فحضرتك قمت مشكورا بتقديم إثباتات كتيرة جدا من العهد القديم وفي عشرات الإثباتات أيضا من العهد الجديد لكن كلنا نعرف أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس بمعنى ما فيش حد يقدر يعترف أن الله هو الظاهر في الجسد يسوع المسيح فلازم مساعدة الروح القدس فسواء أخواتنا المسلمين أو أخواتنا شوز يهوى لو قعدنا معاهم من النهاردة للسنة جاية بإثباتات سواء من الكتاب المقدس أو من القرآن مش هتتفتح عيونهم وبصائرهم إلا بمساعدة الروح القدس علشان كده من اختباري من خلال مناقشاتي معاهم بحث جدا لأهمية الحصول على الروح القدس لأن كلنا نعرف أن الروح القدس مش للمسيحيين فقط لكن هو عطية لأي شخص بيقبله فالسؤال اللي بيفرض نفسه إزاي أنا أحصل على هذه العطية فلو تقدر حضرتك تجاوب أو تحضر له حلقة خاصة لأهمية القصوى والرب يبارك ربنا يباركك أخت نهال بشكرك كثير لأنه فعلا هو مكتوب من أراد الإبن أن يعلن له وإذا نتذكر بطرس في قيسرية فليبوس لما سأل الناس من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبة لك يا سمعان إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات فإذا هو إعلان الآب هو إعلان الإبن إن أراد الإبن أن يعلن له في متى إصحاح دعش وهو إعلان الروح القدس وهذا واضح نشوفه يمكن كمان شوي نهاي السلطان هو السلطان فائق ليسوع المسيح طبعا إحنا يمكن لابد أن نحكي في حلقة بالمستقبل عن لهوت الروح القدس لكن اليوم تركيزنا هو كله على ألهية المسيح من العهد القديم وأنا اخترت بس النبوات اللي يعني تنبأت عن لهوت لكن حنشوف صفات وأسماء اللي هي برضو قيلت عن يسوع إن شاء الله بحاول إنه في الحلقة القادمة لكن خليني يعني أكمل قائلا من كلمة الله طبعا سابعا في شعية إصحاح 48 آية 16 مكتوب منذ وجوده أنا هناك لاحظ منذ من اللي بيتكلم هون يسوع منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه شوف هون بيتكلم حتى عن الثالوث يعني كلمة واضحة جدا السيد الرب أرسلني وروحه لاحظ كلمات يسوع في إنجيل يحنى الإصحاح 20 قال للتلميذ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا انتبه بليز يعني افتح ليه ذهنك شوي صليك الروح القدس يفتح ذهنك لك فام الكتب ولما قال هذا للتلميذ المجتمعين بالعلية نفخة كلمة نفخة على طول تخدنا لسفر التكوين نفخة في أن فيه نسمة حياة فصار نفسا حياة كلمة روح في اللغة العبرية هي روح في العربي وبنفس الوقت بتعني ريح 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 عاصف فبقول يسوع للتلميذ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا وبقول السيد الرب أرسلني وروحه كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال يعني هون فيه شرعية إسا فيه مصدقية لهوت المسيح والتعبير عن الآية اللي قرناها في العهد القديم ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس فأنا يعني مرات بتشوفوا هيك على برامج بتشوفوا فيه خدام بحاول ينفخه عشان واحد يقبل الروح القدس أنا لا أتفق في هذا المضوع هاي النسمة هذا الروح يسوع هو اللي بينفخ نفخ في أنفه نسمة حياة قال لهم وهذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس واضحة جدا ثم قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وهم تتكلم عن أزلية المسيح السيد الرب أرسلني وروحه بقول منذ وجودها أنا هناك قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يعني قبل الوجود يعني ما قالش كنت أو سأكون لا لا كائن نفس التعبير أحبائي اللي اللي بيفهمه اليهود خلي بالك كل مرة برجع بقولك تذكر أنه يسوع بيتكلم لمين لليهود بيتكلم لشعب تاني عربي ولا اللي اللي بيساير واللي بيخلط واللي بيستقبل بدون ما يتساقل لا 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 أصعب شعب يعني اللي يعني حتى بقوله سألهن الحرف يقتل اللي مش بس النقطة عم بدرس النقط بيدرسوا الحروف بيدرسوها بشكل هندسي بتقاطعات الكودز والكدر يعني دراسات اليوم في الجامعة العبرية في القدس شيء مزهل فأنت بتحكي مع شعب لا 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 يعني مش أي كلام بتزدته وبترميه لا لا لناس اللي اللي بيفصفص واللي بيفحص كل إشي ولأن الوقت أزف أحبائي خليني أحكي آية كمان نمرة 8 من الشعية 43 آية 10 وآية 11 الشعية 43 آية 10 بقول أنتم شهودي يقول الرب يهوى يعني وعبد الذي اخترته لكي لاحظ الكلام لكي تعرف وتؤمن به وتفهم أني أنا هو منهم يتكلم يهوى قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا أنا الرب وليس غير مخلص في آية 13 مكتوب أيضا من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدي أفعل ومن يرد يعني كلام واضح بقول لي كي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون معلش أنا بحاول يعني أكرر الآية لأنه بدي يعني هيك تنطبع فينا أنا أنا الرب وليس غير مخلص وليس غير مخلص في خروج ثلاثة آية 14 مكتوب أهيا الذي أهيا هي نفس الكلمة اللي قالها يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وحتى هو بيتكلم بقول إبراهيم رأى يومي فتهلل قال له يعني ما صارش عمرك خمسين سنة شو بتحكي بيتكلم عن أزليته في آية 25 أحبائي أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطياك لا أذكرها في صحاح 46 آية 4 وإلى الشيخوخة أنا هو في صحاح 48 بيردد نفس الكلمات أنا الأول أنا الآخر بتعرفوا أحبائي إذا فتحنا في العهد الجديد على إنجيل يحن إصحاح 8 شوف آية 24 فقلت لكم هون يسوع اللي بيتكلم إنكم تموتون في خطياكم لأنكم إن لاحظ الكلام إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطياكم فقالوا له من أنت فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به يعني لاحظ الكلام في آية 28 فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ يعني يعني يتكلم عن صلبه ومجده يعني وقيامته فحينئذ تفهمون أني أنا هو واو في أوضح من هيك أحبائي في آية 58 قال لهم يسوع الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن كله في نفس الإصحاح بيتكلم يعني تؤمن إني أنا هو هذه الآيات أحبائي وآيات أخرى كثيرة من العهد القديم تثبت ألوهية المسيح لدرجة أحبائي يعني إذا ننتقل بس إصحاحين معلش إصحاح عشر من آية 30 وبختم فيها قال يسوع أنا والآب واحد فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجمه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسن أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمون ني أجابه اليهود وقائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها أجاب يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب فالذي قدسه لاحظ الكلام فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقلون إنك تجدف لأني قلت إني إبن الله يعني إبن الله معادل أو يعني المشابهة المعادلة الإلهية يعني ما أخذش هذا الشيء بدون أي استحقاؤ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بيه ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بيه فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا مرة تانية لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه هللويا العهد القديم مئات وألاف من السنين تنبأوا عن ألوهية المسيح وعند مرأوا المسيح وأعبر عن هذه الآيات هل نناقض المكتوب أحبائي لأنه لا يتطابق مع عقليتي كيف أنا درسوني بترجاك بالنهاية بترجاك ببوس إيديك ورجليك اقرأ الكتاب المقدس الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر